نستم كمليين في الدوري الإنجليزي والمراضي مع النجم الصوري طبعا والعالمي الإنجليزي الدولي هاريكين مهاجم وهدف تاتنهام ودار كده أنه حسم قراره بشأن مستقبله مع السبارس في الموسم اللي جاي هاريكين كان قريب من هو يمشي من تاتنهام في الصيف اللي فات والانتقال لمنشستر سيتي في صفقة كانت هتبقى واحدة من أقوى صفقات منشستر سيتي وكتيبة المدرب جورديولا لكن دي تمسك بأنه هو يفضل ده غير كمان اللي تقال عن إمكانية تجدد المفاوضات في الصيف الجاري ده بجانب من السيتي أتم التعاقد مع النرويجي آلينج هالند وأبدأ كين طبعا إعجابه بالعمل مع المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي المدير الفني الحالي لتاتنهام ألف تصريحات صحفيا هو معجب جدا بكونتي وهيكون من الرائع أنه هو يفضل وأنه هو بيستمتع بالعمل معه طبعا بعد خسارة الأرسنال مبارح قدام نيو كاسل 2-0 بايد فورس تاتنهام في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم اللي جاي كبيرة وأنهما بس محتاجين يفوزوا في مطش الجولة الأخيرة قدام نوريتش سيتي عشان يضمنوا اللعب في دوري أبطال أوروبا وده اللي دفع هاري كين لحسم مصيره من الاستمرار مع تاتنهام ومدربه أنتونيو كونتي